اكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة اهمية مؤسرة تنمية العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والدفع بالتعاون المشترك نحو افاق ترفد مختلف القطاعات الحيوية الواعدة والتي تصهم في تعزيز النمو الاقتصادي بما يعود بالخير والنمائية على البلدين والشعبين الصديقين نعم واشار الزياني الى ان مملكة البحرين حريصة على رفع مستويات التبادل للتجاري مع دول المنطقة والعالم منوهن بالتزام المملكة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة المتحدة والبناء على الاسس المتينة لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية والتي تعتبر جزءا من سلسلة الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تربط مملكة البحرين بالمجتمع العالمي وتهدف الى تحفيز زيادة التجارة والاعمال جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في ندوة حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة والتي عقدت بمقر غرفة التجارة العربية البريطانية في العاصمة لندن وتطرقت الندوة لمجموعة من الموضوعات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة وتأثيرها على دول المنطقة والدول العربية بشكل عام ودورها في الدفع بحجم التجارة والاستثمار بين الجانبين وهو الامر الذي من شأنه ان يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتنمية الازدهار في منطقة الخليج العربي والمملكة المتحدة بالاضافة الى تعزيز سبر الكفيلة بتطوير وزيادة حجم الاستثمارات المتنوعة فيما بينهما تحقيقا للأهداف والرؤى المشتركة